موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أحبتي في الله تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العشر كريم أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النيران أيها الأحباب الكرام هذا هو اليوم الأخير من شهر رمضان مبارك فإذا ثبتت الرؤية أيها الأحباب الكرام وثبت رؤية هلال شهر الشوال أو هلال العيد فعلى المسلم سنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يفعلها فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت الرؤية في صلاة المغرب بدأ يكبر صلى الله عليه وسلم معلم الأمة صيغة التكبير فيبدأ المسلم والمسلم بالتكبير من ثبوت الرؤية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر من ثبوت رؤية هلال شهر شوال وإلى صلاة العيد أن يبقى يستمر بالتكبير قال فيها رب العزة تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فهذه من شعائر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الذي سمي بيوم الجائزة ويوم المكرمة يوم الجائزة ويوم المكرمة لأنه سيحظى العباد في هذا اليوم المبارك بما قدموه لله عز وجل من صيام لأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا هو يوم الجائزة يوم المغفرة الذي يخرج العبد من شهر رمضان وقد غفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه أيها الأحباب الكرام ومن السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإغتسال في ليلة العيد وقبل صلاة الفجر فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويلبس أحسن ثياب وحث على لبس البياض فكان يحب البياض صلى الله عليه وسلم احرص على أن تلبس أحسن لباسك في يوم العيد وتخرج إلى المسجد قبل صلاة الفجر مكبرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد وتستمر بالتكبير من بعد صلاة الفجر حتى يأدخل الإمام إلى صلاة العيد ثم بعد ذلك تقطع التكبير ومن السنن أيها الأحباب الكرام أنك بعد صلاة الفجر يجب أن تتناول تمرات وهي كناية عن الإفطار لأن هذا اليوم لا يجوز أن تبقى في ممسكا عن الطعام والشراب بعد صلاة الفجر يجب بعد صلاة الفجر أن تتناول تمرات دليل الإفطار في هذا اليوم المبارك حيث أنك كنت في شهر رمضان بعد الفجر تمسك والآن بعد الفجر يجب عليك أن تأكل كناية عن الإفطار ومن السنن أيها الأحباب الكرام في هذا اليوم المبارك يجب على المسلم أن يصل أرحامه ويصل إخوانه ويترك البغضاء والشحناء وأن يسعى جاهدا على مرضاته تبارك وتعالى فصلة الرحمة أيها الأحباب الكرم معلقة بعرش الرحمن وتقول اللهم صل من وصلني وقطع من قطعني فلا تكون قاطعا أتممت طاعة عظيمة بالصيام الشهر رمضان فجمل هذه الطاعة في هذا اليوم المبارك بأن تسعى إلى أرحامك وإلى أقاربك واسعى كذلك إلى ما بينك وبينه خصومة اسعى على أن تسلم عليه وترفع الغل من قلبك كما قال رب العزة تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرع المتقابلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وكذلك أيها الأحباب من السنن في هذا اليوم المبارك أن تحضر صلاة العيد وأن تستمع لخطبة العيد ويا للعيب أن كثيرا من الناس يترك خطبة العيد ويترك صلاة العيد فيذهب إلى المقابر ويبقى في المقبرة فتذهب عليه صلاة العيد وتذهب عليه خطبة العيد لا بأس أن تذهب إلى المقابر أيها الأخ المسلم وتتذكر الموت وتسلم وتدعو لمن فقدت من أحبابك وخلانك ولكن أيها الأخ الحبيب أيها المسلم يجب عليك أن تحضر صلاة العيد وأن تحضر خطبة العيد فعليك أيها الأخ المسلم أن تسلم على المسلمين الأحياء وأن تصل الأرخام الأحياء فتسلم عليهم وتعايدهم وكذلك تغير الطريق كما ذلك في السنر كذلك من سنر العيد أن تغير الطريق حتى تحظى بأكثر عدد من الممكن من المسلمين فتسلم عليهم وتبارك لهم في هذا اليوم المبارك ولا بأس أيها الأحباب الكرام بعد ذلك أن تتوجه إلى المقبرة وأن تسلم على الأموات وتسلم على من فقدت من أحبابك وتدعو لهم في هذا اليوم المبارك تقبل الله صيامكم وقيامكم اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من الإيران وكل عام وأنتم بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة